موسيقى موسيقى السلام عليكم اهلا بكم النهاردة حلقة جديدة من اللقم هنا طيب كالعادة عارفين كل يوم سافته كل يوم حد بحاول بنلعب اكلات تكون مختلفة شوية وتكون اكلات تكون ضريفة اليوم بنطلع خارجي اليوم بكون داخلي حسب اللي موجود النهاردة يومنا يكون مع حضراتكم بشكل بس كده فيه ثلاث اكلات اسامي غريبة كاتشاتورة يعني متخدوش بالاسامي بس دي اسامي اكلات بس انطبعا انسى الاسامي دي خالص خلينا نتكلم بالعرب شوية جاب عندي دبابيس الفراخ او فرخة هعملها بالمخللات بطريقة حلوة جدا بصوص طماطم طعم عاري جدا هنشوف بتعمل ازاي الفراخ بقاطعة بدون جلدة خالص لها تببيلة مميازة جدا هعملها بتببيلة كويس او هتتشوح الاول وهتاخد لنا ونعمل لها سوص طماطم كمان في نفس الحل بتاعتها او في نفس الكسرون بتاعتها ونشوف بتعمل ازاي طيب دي رقم واحد رقم اتنين اللي هو البولو بكاتة او البكاتة عمتا بتبقى صدور فراخ هقسمها النصين وهبطها كويس جدا وهنتببيلها وعندي حاجة من حاجتين ممكن امشيها على الشوية زي ما رقم شرفين اهو انا حاطت دي دي خامتها جرانيد فتخيل الجرانيد على الشوية او الفحم اكيد في تاست كويس جدا ممكن استغل الامور دي رقم واحد هعملها بشكل فاصل جدا ممكن اعمل لها كمان صوص بالطوب بالزبدة هيكون لي طعم كويس جدا تطلع مع مكرونة معمولة بالزعتر طريقة حلوة جدا سهلة وبسيطة الطبقة التالت عندي الخرشوف شربة الخرشوف ممكن اعملها بالكريمة او كليل هعملها بالكريمة تكون ليها طعم كويس جدا للكران دي كله بعد الفاصل اهلا بكم مرة تانية مع الام هنية طيب قبل الفاصل كنت اتكلم معكم النهاردة على ثلاث اكلات اسهم من بعد ان شاء الله المقصود من الاكلات تكون اي حد ممكن يخش يعملها وكمان تكون سريعة وبقيت شوية عن فكرة التسفيكات او الطبيخ او التواجن اللي هي الاسبوعية اللي عليها مع حضراتكم دايما كالعادة عارفين احنا ماشي بجدول مش هنقدر نغيره او يعني انا ماشي علي بالنسان الحمد وفضلت بنا سبحانه وتعالى ومرايح حضراتكم بداية حاجة مريحة جدا ان اكون ماشي علي جدول معين باختلاف طبعا افكار الاكلات او تغيير انواع الاكل او اي كان الموضوع لكن انا بحب الجدول بفكرة اليوم الاثنين بيبقى فيه سمك يوم الثلاث اكلات شعبية يوم الاربع اولادنا وقتطننا بالتنمي كواس جدا الخميس لمت العيلة او العزومة الجمعة المسابقة السبت الحد خارجي او حلقات تكون مختلفة شوية اه المختلف عندي النهاردة الفراخ هعملها بطريقة المخاليات وعصير الطواطم بالقول ليها تسته كويس جدا بس هش طبعا مرح بكل احوال بس ليها تسته عالي جدا السدور الفراخ هعملها بطريقة البكاتة بس طريقة ايطالية ليها طعم كويس اوي الفراخ تطلع مع المكارونا بالرحال اللي هو عندي وهنا البولو الى الكاتشتورة دي او الفراخ اللي هي معمولة بمخاليات تطلع عندي معروزة ابيض وكمان عندي الشربة شربة الارتشوك او شربة اسمه ايه اه ده ده اللي اعطل منه ده اللي بي خرشوف يا عم تخليك معي صحي شربة الخرشوف هستعمل بالكريمة والجبنة كمان طيب هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في اول طبع لحضراتكم انا بحب دايما اشتغل بفكرة التابلات شوية وده بيفرد كتير جدا اه من نحية تانية الناحية الاولى انك بتاسس طعم او بتاسس تدبيلة كويسة جدا للاكل بتاعك الناحية التانية انك بتتبل واتطهر اي نوع بالالواع الزفارة خلينا نتكلم كلام عامل شوية فكرة للزفارة مش بس بالسمك بالعكس انا شخصيا او نسكتب جدا تحب تاكل السمك الزفر بالزفر يكون الزفر بفكرة انه هو يكون مش نظيف لأ بس زفارة البحر او رحة البحر دي بتبقى ليها طعم كويس قوي في السمك البلدي وانت بتاكل ما بتحبش تكون طاغي قوي بالبهارات الزيدي على زوم وامطير رحة البحر او رحة اليوت بتاع البحر ده بيبقى ليه استمتاع قوي جدا الكلام ده فين بقى؟ اللي تاكله في اسكندرية؟ لا في اسم عالية طبعا والسويس وبرسعيد طبعا وهنا في مصر على النيل ومش كل الاماكن بتطلع او انا بعتقد ما عندنش الكلام ده انا بزعل قوي لما بيكون ماشي على كورنيش النيل ومالقيش مطاعم السمك تطلع اكل طلع من النيل ليه؟ شمعنا احنا؟ والله ما بزرش ليه؟ صح يا اخولي ولا انا غلطان؟ ليه ما فيش عندنا؟ استوى بصيلي فانا لازم اشركوا معي ليه؟ ما عندناش في مصر او في القاهرة بالذات مطاعم على النيل ليها اكل سمك نيلي يعني ليه زي اسكندرية بيطلع السمك بالبحر بيبقى حلو برسعيد الحاجات دي في اماكن انا رحطها في القناتر مطاعم على البحر بس بقيت شوية طبعا القناتر طبعا اليوبية اليوبية دي لقد عشا فيه صح ولا غلطان؟ والجيزة ينص ونص بس طبعا بقيدة شوية على اللي عاشين في القاهرة بس بيطلع السمك من الوارب والناس الصيادين بتطلع وبتاكل الاكل دي بزيج عالي جدا واعدته احلى من الاكلة والليه احسن من الاكلة والاعدة هي اللمة هو دا الفكرة يا جماعة والله تفكت في الاكلة شوية فهرجع تاني من الزفارة فانا بحب دايما بقى هنا بقى في الفراخ لا ايه زفارة اللي هي بتبقى بيتزيد بكتيريا ما بنشوفهاش بتلاقي ريحة مش عجباك الزفارة مش بس زي ما اتفقنا فكرة السمك لا خلينا نتكلم على الطيور عامة لو الحاجة ما تعملش صح وتغسل بمظبوط لا تبقاش صح طيب بعملها ممكن انا نضافها بالخل او باللمون او بمعلاقة دقيق مع اللمون تحت المياه السقعة في المصفة دا في البحوط في البيت دا كله يتغسل كويس قوي بيفرق كتير قوي تلاقي ريحة موجودة كويسة طيب اجب معالي صغيرة عشان نبدأ اشتغل بمقدرنا ونبدأ نشوف الدنيا فيها ايه وتسمى بالله نطبخ بعشان ايه الوقت ما اخدناش طيب هجيب عندي اه حبة خل احطهم كده على الفرخة دي اهو بالشكل دوت كده حلو الكلام و هجيب عندي لوحة بيت من الزعتر لان الزعتر دا اخدوا بببو او الاعشاب عم متن تبقاليها ريحة عالية وكويسة جدا دول كده على جنب خليهم شوية حلو الكلام طيب هجيب عندي فلفل اصمر وهبدأ يعني هتبلها شوية كده عشان الزفارة زي ما اعرفين برده دي تقاول الكلام كده مع نفسها انا هاخلع من فكرة الملح النهاردة لانه عندي مخاللات والمخالل اللي عندي 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 وعندي زتون وعندي كمان بصل اخدر و اي حاجة انا عايزها همشي بيها و هشتغل معنديش منع خاص هبق اجيب عندي بولة فاضية وهبق اشتغل بفكرة البهارات اللي هتبل فيها حبة بابريكا اللي هو البلفل الارنووتي و بسيط من الشطة حلو الكلام وعندي حبة كسبرة نشفة وعندي حبة كامون وعندي حبة بوهارات فرخ حلو الكلام فلفل اصبر بلاحتي غالص كده هون حلو الكلام وعندي هنا معلقتين دقيق هدي واحدة الاتنين مكز معانا وهتكسب ويانا معانا انت هندازة اللي هو اه انا اكد بالك مهارت كويس قوي الخلطة دي هلو الكلام زي ما انت شايف بقت لونها جريب في الف القصمة بشايف الكلام حاجة لما تقامل على مزاجة تبقى هريقة هنجيب حاجة فاضية هوري حضراتكم انا عايز اعمل ايه هجيب عندي مساك عفوا الصوت معلش طبق فاضي هجيب منديل عشان فيه ميا انا شيفها كويس اهو كده هون هجيب عندي البهارات الحلوة دي بالدقيق بكل حاجة في الشكل ذا كده هوت هعمل كده ماشي الكلام وهبدأ هجيب ايه بقى هجيب الفراخ و هعمل كده دي يعني تببيه لواسطة جدا و مفهاش اي حاجة خالص ليه بتعمل كده ممكن اعملها على فكرة من غير محط حاجة خالص بس انا بعمل الحركة دي عشان خاطر احمر ويطلع معايا لون كويس قوي دي الكاتشاتورا او دي الفراخ عمتا وهي بتتساوا معايا و دي حاجة تكون امان والريحة تكون حلوة و هي مفيه زفارة وهو ده المطلوب محمل كده بالشكل اللي حركم هتشوفو ده دلوقتي حانا عند التاسع تصليين شغالين هبدأ هشتغل حانا بحضراتكم بمعلاقة زيت بسيطة جدا و هنشوف الاخبار كده هوا المقادير بسيطة كده هشتغل بورات مع علاقة الدقيق خدوا مالكو دي حاجات انا بزودها دايما في الاكل دي اكلة استاندار استاندار بمعنى اللي هو لها بلد واللي هتقوس ايطالية طبعا بس انا دايما بحب افتكس حاجات تكون قرهبة منونة شوية وليها طعم كويس او بص بقى الكلام دا عم شافيه قادي التاسع من غير اي شيء خالص بنزل كده كده هوا كده هنفيش عندك اي زيت خالص انت كده بتحرق دقيق فقط لغير تلسع وتشم راحة البهارات انا شامل من راحة البهارات كده انت تمام هرفع الحاجات دي كلها وهاجي حالا هقول لكم ايه هيحصل دلوقتي كده باشيل عندي بس كده حاجة اللي انضيقاني وهبدأ هشم الريحة اللي بكلم عنديها مع حضراتكم هنشيل الجرانيت دي على جنب شوية عشان خاطر خلاص جاهزة للبكاتة بس انا خلص الاول دي عشان مش هتتكمش معاي طبق طبق عشان اللي بمشين مع حضراتكم واحدة واحدة هنا شامل بلحة البهارات مع دقيق بتبدأ تتلسع وهو ضل مطلوب هبدأ هنزل عندي دلوقتي حانا وهقول لكم هنزل بايه يعني انا بحب دايما الحاجة هتكون كويسة بس اجيب عندي المسك عشان نصير واحدة واحدة لنعملوا واحداتكم شايف شايف اللي بيحصل انا ما عملناش حاجة لس بس اشان مريحة عالية قوي هتعمل بقى يا باشا هجيب عندي زيت عادي كده بص بقى الكلام ده بص بقى الكلام ده بقى يا باشا الزبدة عفوا دي بهارات الريحة دي قد طلعت دي بهارات تخيل بقى الكلام ده وانت شغال كده بيتشوح مع بعضه مع كمان معلقة التوم في النص كده اهو مع الزبدة نوزحها و هنشوف حقينا بقى عدرتكم ايه اللي بيحصل زبدة وزيت مع التوم مع رحة البهارات هتلاقي الموضوع بيحزرش بص كده هندسة شايف الكلام بقى اهو شفيق 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 حدي صحيح يا جماعة الرغل المريح شوية لا اما انت معايا ما تردش عيال ايه لا اكلم الكاميرات هي الكاميرات بش لها حد يكلم على فكرة انا بكلمهم قلي ولا اقولهم طيب ما ليه طيب اما انا مش عايزك تلمني اما انت عارفني عشان مسجل فانا فاضي اه يمشي معايا يمشي معاك ايجي عليك هنا اللون بدأ يتغير الملامح معلقة الدقيق مع البهارات عاملة شغلة علي جدا وكمان الزعتر اللي حطناه بورقه او بعدانه باين جدا ونزود كمان عليه كده انت تماشي الحال وزي الفول طيب هتعمل ايه بقى تاني البصلية نعمة جدا على الوش احبت كنافس الكورنات من بطاقة الشربة على الوش هنا بقى اسس السوس تركز معايا متاسس السوس فالزدة تتتلسع مع الدقيق فيبدأ يعمل معايا عرق شوية او بيربط السوس بتاعي ببدأ اعمل كده اهو وانا شغل كده انا ماشي خطوات مظبوطة وهو ده اهم شيء تكون انت ماشي ومرايح نفسك كويس امي كده اهو فلف الحار انا هنزله معايا اكيد الموضوع يختلف بسم الله لا مفيش ماشي انا هنزل لا فيه والله يا فلف الحار اسكت بتقول ايه بتقول ايه يا عم شفية شوف بيقولك يا عم شفية هعمل كده هجيب عندي لمونتين كده اهو بالقشر بتاعه وقادي قرن فلف الحار هاخد نصر بص بقا ده كده هنعايز اللمون بقشره كده بحر الفلف الحار ده في النصر كده انا ليه واجهة نظر عم شفية مش بحط كده وخلاص الاسبايس بتاع الفلف الحار الفرش ده اكيد هيبقى علي جدا مع البحارات اللمون بقشره هيفرق كتير جدا معايا ولسه هحط كمان عندي بقيد حاجاتي بس انا بشتغل واحدة واحدة اهو كده هستسل كويس جدا من الشغل اللي انا عايز اعمله هبدأ هعمل دوقتي اجيب عندي حبة السلس الطماطم حلو الكلام هعمل فيهم ايه بعد دول السلس الطماطم هجيب عندي على السلس الطماطم دي اه مكعبين مرأة بتوع كونور الخضار ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة بالمكعبين هجيب عندي حبة بهرات ماشي الكلام حلو الكلام حبة قرفة صغيرة جدا من اللي او حبيت محبيتش برحتي فلفل اسمر كده اهو ماشي اتكلم وايه ثانية واحدة هقول لك ماشي لو كان عندي هريسة كنت حطيت هريسة بس اشتغ كده كفاية كده انا تمام نجيب عندي المضرب هبدأ اقلب كويس اوي الخلطة الحلوة دي ده كله كده مش بحتاج مني غير فقط لغير التسبيكة اسبع ماشي كده كده الكلام ده بقى بس كده متشكرين تبقى كده هياخد ويددي وعيش حياته مع نفسه وبكده هتكون انت عملت السوس المطلوب منك بس معمول صح ومظبوط وده اهم شيء يكون الحاجة معمولة على مزاك شوية انا من الناس اللي بحب دايما اسس السوس بتاعي او التدبيلة من الاول وبكده هتكون مرايح نفسك او مرايح نفسك طبعا في اول الطبخة لحد اخيرها وهو ده منطلوب ده كلام ده هياخد تسويته وبعد كده لسه هنحط بقى عندنا ايه بقى؟ المخللات بداعتنا البصل الاخضر نحط كمان الفلفل الالوان لو حبينا هنحط كمان اللمون المعصفر هيكون مع حضراتكم برده بشكل بسيط ده كده واحدة واحدة وانا شغال هبدأ هكون مجهز الطبق التاني طب هكمل بس هكامل باتكلامه جليش كده الارضة بالنص هديني بتقطع علم الافكار هبدأ اشتغل في الطبق التاني اللي هو طبق اللي هو البولوبكاتة او الكراخ البكاتة بس بس طريقة بس طريقة بس طريقة هنبططها بحضراتكم خليني كمان ممكن اعمل دلوقتي وانا شغال حاجة حلو قوي هوره لكم قبل اطلع الفاصل هرجع اكون برضو واخد تات ديلا شوية بحيث ان استغل الوقت شوية يعني ما بقاش انا تبلته واشتغلته على طبق التابلة هتاعمل ايه؟ انا اجيب البولة دي فاضية كان فيها البهارات من شوية هبدأ احط فيها حبة لمون شوية زيادة ماشي الكلام عندي زيت زيتون يبقى لمون وزيت زيتون في البداية حلو الكلام معلقة الطوم بالزيت بتاحها برضو عندي حبة ملح كده اهو ماشي الكلام حبة بابريكا بساط جدي لون حل وعندي حبة بغارات فراخ طوي 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 كنت تفكر فيه فليته اللي هو بتاع الفراج كنت اخد منه وابدأ اشتغ عليه لكن هو مش موجود فاقشته هجب المبط وابدأ اعمل كده بص بعركز معنا هندسة كده والنبسة مستربعش على الفصل اطلعك اطلع عكا بص كده يواش يواش كده ما ادخلاش تقطع منه اهي كده اهو وتنزل في التدبيلة نحن ايجي التانية اهو ماشي الكلام تقعد لها مش اقل من ربعاية في التدبيلة عشان تبقى ليها تستي كويس قوي هاقلب كويس كده هو عندي حاجة من الحاجة اللي امشيها على الشواية وبراحتي لاما لو هديها تعفيرت ديق ممكن امشيها عندي على الطاصة برضو مش فارق عندي انا هعمل ده وهعمل ده مانا بس انا بس عايز اتبال ده شوية ياخد وقت ويقش حياته وبعد كده هبدأ هكرر مع نفسي لو همشيها على الشواية او لو حبيت امشيها براحتي على القلاية اليا الطاصة يعني ولو كده عايز ازود تكرة الاسوس في نفس المكان ما عمديش مانا ده كله اللي عمله بحضراتكم بعد الفوق اهلا بيكم مرة ثانية مع القمهنية طيب انا بدرب الشربة وبعدين اه خلصت الفراغ تقلطها احترق حبيت ترحيل حبيت الجبنة طبعا لانك ده في حبة رز دول ممكن اطلع بيهم على الكاتشاتورة او لو حبيت اخلي كاتشاتورة لوحدها وحطتها على الماكارونا برضو في ادينا وانا بدرب دلوقتي التشوربة زي معكم شايفين تقلط لوحدها ما شاء الله زي ما انتم شايفين مش شاكل حط لها حبة كريمة قليلين واصلا ترحيتها عالية جدا في حاجة يعني بقى كتير شغال بالجهاز ده ده بتاع براون هند بلندر اه او اللي هو الخلاط اليدوي من شكلة براون في بقى كتير جدا شغال بحاجة وعايز يعني او نسيت اقولها عمتا وانا بدرب كده بص شبيت كده شايف السكينة دي دي فيها ميزة حلوة جدا ان هي عاملة كده اهو كده فالسكينة من تحت اهي شايفها 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 انا عارف او شعب تجيبها السكينة زي ما انتم شايفين طبعا المادة اللي فيها دي اهي السكينة دي مش باينة الكوفر ده حامي جدا انه كان وشي في الحلة والسكينة شغالها حمالة لتفرم فالطبيعي ان ترتش فالميزة هنا في السكينة دي ان فيها كوفر على السكينة بخلي الترتشة دي بتفرم مش بتطلع على وشنا دي حاجة عجبتني بعشان كده بس حبيت اقول لي حضرتكم عليها بعمل كده اهو بس شبين اصدع عليه شايف فالطبع ترتشة با نفترم غير لما با رفع ايدي شايف ترتشة كده بتعمل كده بس تدرب التكنولوجيا حلوة دي خلاص كده بعمل كده عشان خاطر ابعيد على بصة بقى كده ده اوبشن تاني ما تخليش الحاجة تطلع برا فتبقى موسخة الدنيا ودي بالفشة بتاعيتها بتحركها في اي حتة انت عايزة طيب تعال بقى نغرف عشان احنا خلاص خلصنا الشربة خلصونا تعال يا شافي اولك الشربة بصة مشة الشربة الخرشوف بالكريمة مضروبة بالهند بلندر على السريع ليها شكل عالي جدا والحتة اهم من شكلها هي وطعمها كده انا بحط عليها كده نحب الجبنة على الوش اكيد ليها تستعالية طيب تعال طلع نطلع الكاتشتورة او الفراغ بالعمولة بالمخليلات لما نطلعها زي ما انت فقنا مع طبق رز ابيض او مع مكرونة بالرحان زي ما انت فقنا او بالزعتر ده يمشي بس انا خلي المكرونة برضو بحيث المكرونة ممكن تمشي مع البكاتة او البلو بكاتة طبعا اكيد والشربة طبعا الوحدها هي هبسعلك العالف والمكرونة طلعها الوحدها وهجيب طبق تاني هغرب في الكاتشتورة حتى نشوفها على وضوح اكتر اهو يا سيدي طبع فادي دي مش محتاجة تترس انا يعني هتلاحها على طوب من الحلة كده اهو ماشي معانا يا ربعة ده كلام شافيئس اهو السوس بتاعها بوطق ده شوية كده اهو بص بق الخضار اللي نازل منها بص الحلة يعني عارت حلقة او لا غيره لان هي ماشي على نار هادية شوو طباط المش بتسبك للدرجة اللي نخاف منه كده اهو بص اللمون شايف الكلام يعني انا لازم ادوقها عشان اقول لحضراتكم نقصها ايه قبل ما نختم عشان برضو نبقى واضحين بحيس ما بقاش عمان اتكلم حلو قوي والطبق حلو والكلام ده كله شوف الاخر يبقى فيه حاجة مقصة ندقها واتقول لدينا لانكم فاقي ليه بقول كده عشان هي كان عندي خوف واحد بالامانة تطلع حدقة اللي بتعمله في البيت اللي هو حدقة اللي فيها بخليلات كتير هي مش حدقة هي ريقة قوي يعني ريقة بمعنى كلمة ريقة وهتديها من عندها كمان حبة الحلو على الوش كده عشان تروق اكتر واكتر وتشم الريح اعلى واعلى بس هي بقامانة اللهم ما فيهاش اي حاجة نقصة كنت بقول كده وخايف لا تكون هي حدقة بس هي من الحمد لله يعني مظبوطة والذاتون مدي طعمك واس قوي ممتع 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 السنة والله العظيم يا شفي والله العظيم أنا ما عندي مانع لاجي عاني اجيب شكرا مسكين اوعد اكوي الوعد ولد اغري عندي ولا اكلك الوقت حتة فاسوى ماشي الكلام طعم انت كلها حاءة دي كانت اكلتنا وده كان يومنا انا بحبك اخد في البالكم استمتع Não اكتر مشاكل في الهزار والضحك اللي بيحصل في البرنامج الناس كتير جدا بتاخدو PRESIDENT ببوتمight اخرج حاجة لطيفة وأنا بابصت جدا انت اجيب كنترول اكملك ايهctions انت اركضون الارتاس بسيبينو طلعتوه زي بالكنترول طب اعمل في ايه دلوقتي مجدري طلعك بالكنترول يا شفية يعني انت بتلبس المصور يعني عشان تقوليني المصور اللبشي طب تعال يا شفية جري خاف ماشي الكلام طيب دي كان حلقتنا بس انا هاجبه لكم مرة انا عارف انتو عايزين تشوفوه هو يعني حد يكون مليان كده شوية وبسيط مش حكتة من كده وشي ماشاء الله كده ببتلنتي كده وعين خضره هاولو لكم مرة ان شاء الله وحلقة جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة